أعطينا ستاتيستيك من أكساس في 8 مباراة الأخيرة فاز بمباراة واحدة نادي بارادو في سيوي ماتش فاز بلقاء واحد فقط في المباراة الأخيرة أعطينا الصور محمد قصي السعيد الشلف اللي كنا نتكلمنا عليها في كل مرة تتعطر شوية فوق ميدانها تمكنت من 8 أردوان قلت لك 10 سيوي ماتش عندهم مباراة واحدة فقط نعم أنا شوفه في أهداف فريق جمعية الشلف كنت فيه ضربة جزاء مش فيناش ضربة يا ضربة جزاء نعم كنت فيه ضربة لا مش فيناش لقطة ضربة الجزاء لقطة كانت صحيحة نعم صحيح حمزة مش فيناش نعم هذه لقطة الجزاء التانية المعتها عدولات الأولى حمزة مش فيناش مش فيناش ضربة الجزاء الأولى معليش ممكن نشوفها بعد قليل هذه ضربة جزاء نادي بارادو لكن كانت فيه ضربة جزاء الأولى لأولى هدف الثالث دائما لفريق نادي بارادو الهدف الثاني 3-2 اللقاء 3 نقاط هامة وهمة جدا لفريق جمعية شيف فريق جمعية شيف خاصة يعني حتى هي ضيعت عدة نقاط داخل الضيار ونادي بارادو تراجع رهيب وهذا راجع يعني حتى الاستقرار تعتقى من فني غير موجود لبارادو ولي عودنا باستقرار اليوم هذا الموسم هذا شفنا يعني المدرب الفرنسي كيفاش أقيله من منصبه ولهذا داخل البارادو يتراجع بنتائج غير إيجابية واضح نروح من أقصص للمباراة الموالية نجم مقرأ الذي حقق الأهم ثلثة نقاط تمينة وتمينة جدا أمام شبيب التصورة في مباراة حسب اللقطات التي شفناها لم ترقى للمستوى ولكن الأهم فيها كانوا نقاط ثلاثة نذكروا أن شبيب التصورة أيضا عندها 33 نقطة وفوز مقرأ يجعلها ب30 نقطة يعني تدير فارق كبير على أصحاب المراتب الأخيرة اللي هم كل من بن عكنون ولمس يوم بسبع نقاط نقول باللي حقق الأهم في هذه المقابلة كانت مقابلة مهمة لفريق نجم مقرأ نقاط مقابلة بستنقاط لتحقيق الباقة أنا نقول اليوم ب30 نقطة رو يصير بكل خطوة نحو تحقيق الباقة لنجم مقرأ لي كان هذا الموسم هذا نقول باللي ما كانش في ما قدمش مقابلة كبيرة نجوز موسم أنا نقول باللي على حسب الإمكانيات اللي عنده اليوم قلت لك 30 نقطة اليوم نقول باللي حقق الباقة ما زاله ست نقاط ولا أسبع نقاط أنا نقول باللي يقدر يحقق الباقة بكل أرياحي ستون ما زاله عنده اللقاء أين وقل ثلاثة في الملعب دياله نتمنى له هذا الشيء لأنه فارق جد متواضع بإمكانية قليلة واضح روح المباراة المولية لبن شيخ شبيبة القبائل أمام شباب قسنطينا الشبيبة صراحة تظهر مرة أخرى شبيبة القبائل بأنه المستوى تحى يعني رغم العودة القوية نوعا ما في المباراة الأخيرة إلا أنه أمام شباب قسنطينا ظهر أنه العديد من العناصر صراحة قد تسرح مع نهاية هذا الموسم شباب قسنطينا ضيع أو كان أخطر في هذه المواجهة رغم بعض اللقطات عن طريق بعالية لفريق شبيبة القبائل ولكن لم تكن فرص سانحة للتسجيل عكس شباب قسنطينا الذي كان فوق أرضية الميدان أحسن من ناحية الانتشار ومن ناحية أيضا الخطورة في هذه المواجهة ولأنه كانت فيه لقطة أثارت الكثير من الحديث وهي هذه اللقطة عن طريق لمسة الكرة الهدف الذي سجلوه فريق شباب قسنطينا كان قبله لبسة يد لفريق للاعب شباب قسنطينا وهذا ما جعل الحكم يلغي الهدف ولأن الكرة أيضا بعد لمس بن شاعل الكرة بيده لمست أيضا مدافع فريق شبيبة القبائل علي بن شيخ الشبيبة يبدو أنها ستكتفي باللعب على الباقاء فقط على كل حال شفنا شفنا انتوليكا ليدو درني ماتش هدو تعلاجي أسكا شفنا هم خير من الماتش اللي فاتو شفنا بليسيا ويتحركوش كمم مع السياسي هنا رامي لعب ومجي مع إنه يكف كمم كمم يدعون 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 على صفحة بشكل كبير إنه يستطيعون أن يكونون لعبوا على الباديوم لا يستطيعون طوال لا يستطيعون يجب أن يكونون أي مجال المنزاهي ول 길 طفل سيقولنا نحن 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 نجيل يجب أن يكونون جميع العملين ولا ميداً يشعر السؤال أيضاً لبعض الأممس العربين نحن يكونون من مجهورين المسيو مولودية سيار بي هاد سياسي وسطين فروح باش يطلع لنفو هادو ماذا بنا صرتو ليشدينهم الشركات يفو كيمات لباكي ما فيهاش واشنو يفو كونترول يباكلي في نص ولي ركريتما شكل يدي ركريتما سيتو باش يجيبوا لعابين باش يطلع لنفو وان شاء الله يكون نفو في المستوى ان شاء الله شباب الوزداد من جهته حقق الاهم ويبقى في سراع من اجل تقريبا او طبعا المرتبة التانية ولما لا حتى ماتيماتيكم والمرتبة الاولى مازال حسابيا ولكن شباب قسنطينة عنده مباراة متأخرة شباب الوزداد الذي سجل في الدقيقة الاخيرة امام لجم بن عكنون لجم بن عكنون ضيع خاصة عن طريق مخالفات عبد الرحمن حشود ضيع الكثير من الفرص حيضا ننشوفه في مزيان وما ضيعه في هذه اللقطة شباب بالوزداد حاول ايضا التسجيل من البداية ولكن حضور الجماهيري ايضا لم يكن كبيرا في هذه المواجهة ونشاهد هنا بعض اللقطات لفريق ايضا نجم بن عكنون خاصة عن طريق ايضا نشاهدون مخالفة او مخالفتين لحشود هاي المخالفة الاولى لحشود التي كان لها بن مرصاد الحارس اليكسيس قندوز من اكساس وايضا كانت فيها ايضا فرص قبل ان يسجل مرزوقي الهدف الاول والوحيد في هذه المواجهة بعد هنا فريق شباب بن عكنون طالب بضربة جزاء لكن الحكم لم يعلن عن ضربة الجزاء ومنحها ضربة او لمسة يد لصالح فريق بن عكنون فيها ايضا هذه الفرصة لنجم بن عكنون الذي وقف الندل للندل امام فريق شباب بن عكنون لكنه لم يتمكن من افتتاح ببا التسجيل الى غاية هدف هذا الهدف الذي لا مش هذا هو دائما نفس هاي لك هاي لكسو الهدف الذي سجلهم زروقي الهدف تعالى الاول على ما اعتقد في البطولة لانه ملعبش كتير مع فريق شباب بن عكنون هذا الموسم وكاد فريق شباب بن عكنون أن يضيف هدف تاني رغم بعض المحاولات لنجم بن عكنون الذي خسر نقاط الثلاثة في هذه المواجهة وهي نقاط همة وهمة جدا امين اكساس نعم رضوان شباب بن عكنون نقول بعد خسارتين عاد الى سكة الانتصارات وان الخسارتين نقول باللي كانوا مشكوكين فيه من طرف التحكيم بتاع مويدة وهران وخنشلاء اليوم شفنا لقاء جميل بين نجم بن عكنون اللي كان اقرب في بداية اللقاء كان اقرب للتهديف على طريقة على مخالفات كرة تابيتها نقول اليوم بن نجم بن عكنون كان لازم يعود بنتيجة ايجابية نقول باللي خسارة مؤتيرة للفريق نجم بن عكنون وان هو قل باللي ما زالوا يتخبط في المراكز الاخيرة ما يقدموا قابلة مقبولة ما لولزموا خرج بنتيجة اللي كانت نتيجة تهموا كتير كان اموي يجي بنقطة من ديارة شباب الوزداد شباب الوزداد حقق الاهم لان قل باللي تنقاط تامينة باش يعود المركز تاني باش يحقق مركز تاني قل باللي ما زال خمس لقاءات لازم لعيبين يكونوا اكتر جدية واللي احبوا يتحصلوا على مركز تاني اشتركوا في القناة